اشتركوا في القناة ومن اصوات عقلة كتير كانت بتعوم ضد الطيار بس في النهاية هي قمة شئنا ام ابينا هي قمة بدليل كل هذا الاهتمام بيها وبنتجاتها وبحكاياتها ايه رأيكم نشوف انه عندنا كتير قوي من الحركات والكلام اللي ممكن يتقال عليه ابن عم حديث لانه طول الاسبوع زي ما قلت لحضراتكم الموضوع كان شاغل الناس وكان كل الدفع في اتجاه الجماهير هتعمل الجماهير هتسوي الادارات عملت كل اللي عليها زي كده الافلام العربية والمصرية طبعا على القمة انما بتقول دايما ايه احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله يا جماعة كل شيء على الله ونعمة بالله لكن لا احد يمكن قال لا يعتمد فكرة اعقلها وتوكل او نرجع لقناعة هامة جدا انها قمة توم وجيري المفروض ان احنا عندنا كلام مهمة اوي 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 يا عم المخرج هو ده وبنسبة الاحمر والابيض عمل لنا حاجة لطيفة جدا 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 المعسكرين اتكلفوا كتير اوي رغم انهم قصيرين اتكلفوا على الاقل هذا الاهتمام المعتاد في الدربيات وده دربي مصر الكروي انما علشان نقول ان احنا محتاجين نستقدم طاقم حكام بخمسة وعشرين الف دولار مش ممكن يا جماعة لحتى نص دولي ونص محلي مش ممكن يا جماعة ونلاقي نفس الاخطاء بس نلاقي ايه نلاقي قبول غير عادي لكل قرارات الطاقم التحكيمي وكانت هتبقى ليلة ما لهاش حل لو كان الطاقم ده ميسيو محمد ميسيو علي ميسيو محمود اي ميسيو مصري يعني كل السرية وكل الحركات المعتادة حصلت وتركيز تام وجلسات مع الكبار والكبار بعدها جلسات مع الصغار في المعسكرين حتى البرنامج اليومي في الفريقين تلاقيه متشابه جدا 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 مش كده وبس ده قده كمان الاكل حتى الاكل لازم يبقى موحد ربما الاكل عشان طبيا او رياضيا طبعا احنا بنحاول نحكيلكو الفيلم من اوله فيلم القمة زيرو واحد تسعة اه زيرو واحد تسعة انه في الاخر مش ده الموضوع اللي كنا منتظرينه كل الحكاية كانت هذا العود شبه الحميد للجماهير لمؤذرة اللاعبين من اول الفندو وقابليها بايام في الميران حتى فندو الاقامة كان فيه جماهير النادي الاهلي كالعادة قالت احنا حاضرين وفي ودعكم موجودين واثبتوا انهم اللاعب رقم واحد كمان جماهير الزمالك كانت بتهتف هتاف غير عادي يحرك البشر لان ما فيش حد هيقدر يحرك الحجر الا لودر ولا حاجة عشان كده ما كانش غريب ان نلاقي عشر تلاف تقريبا يعني متفرج احمر حوالين فندو الاقامة وزيهم كان في وداع فريق الزمالك في ملعب زمورة الحكاية معروفة ومفهومة كل جماهير الاهلي بدأت تشعر بمرحلة الاحلال والتجديد وعارفين ان لسه فيه لعيبة صغيرة ما فيش طبعا حد صغير بمعنى الصغارة ولكن صغير التجربة صغير الخبرة بس على الاقل سنة اولى كمة فراحت الجماهير رفعوا يفطى تانية ان المرة دي مكتوب عليها انتم تسطرون التاريخ وكأنهم بيكتبوا عهد جديد مع كتيبة جديدة هم بيأملوا كجماهير للاهلي انها تعوض اللي فات بينما على الجانب الاخر في المعسكر الابيض كان حلم الجماهير انه موجود عندنا تسعتاشر نجم جمهرة واحدة موجود عندنا كل دواعي الانتصار والفوز يعني مشهد كبير جدا 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 من الحلم الابيض الحلم ده لم يكتمل خرج محمد صلاح عشان يقول لعبت على الفوز او التعادل له شأنه هو المدير الفني وله حزبة في كل الاحوال اضاف نقطة ولم يسمح للاهلي بانتصار ومن ثم بقى النادي الاهلي ايضا بعيدا رقميا عن الزمالك تعالوا نقول ان متعب كمان قام بالدور اللي كان بيقوم به ابو تريكا والجمعة لانه راح وجه وتجول بين زملائه وفي الملعب كمان كان حق يعني موجود وحاسس ان هزات الصغار خبرة وسن وكمة لابد ان يحتويها كبير كل المقررات والاحاديث والتحدث ايضا عن الفوز متعب بشرها الغريب ان متعب نشر صورة على صفحته على فيسبوك مع يعني كلبه الصغير واضح انه بيتفائل به جدا 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 واضح كمان انه مختار صورة تعبر عن وفاء هذا المخلوق او هذا الحيوان من غير حزف ولا اضافة يا عم متعب نام اي حاجة تعملها طالما في الصالح العام احنا بنقول ان نجمنا لازم يكونوا طول الوقت محترمين قبل ما يبقوا محترفين انما التانية دي مهمة اوي 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 في عندنا كمان انه علاء عبدالصادق ووائل جمعة كل في مكانه شحنوا بطاريات صغار الخبرة والسن من اجل المكسب طبعا وانا بأكد لكم ده لانه كان الكلام الاهلي بمن حضر الاهلي قادر مبارح الفطار كان اجباري في المعسكر الاحمر اللعيبة تناولت البرنامج الغذائي المكون من كيك ونسكافيه وقطعة من الجبن وشاي بلبن وعصير تفاح يعني اذا كان حد عاوز يشرب اي عصير كان هناك تدقيق على الحاجات دي الحقيقة بنحاول طبعا نحطكو في الصورة كاملة وكأنكم كنتوا هناك الغداء كان مشويات وسلطات تلت انواع وعايزين نقول كمان انه كان فيه عصائر ولما حصل سين وجيم على حكاية العصير تحديدا تفاح الصبح في المعسكرين وفي الغداء برطوان وجوافة بالاضافة لرز بالبخار اه والله هو كده رز بالبخار ومكارونا مسلوقة مع زيت زتون واخدار سوتين بالاضافة كمان لبروتين فراخ ما شوية ولحمة منزوعة الدسم زي الاماكن منزوعة السلاح كده وبدون دهون ده معناه انه فيه تعادل اهو حتى في الاكل باستخدرنا على العصائر انها بتزيد معدل التركيز مش التركيز بتاع الفاكهة لا التركيز بتاع الدماغ والعيز بالله اللي ان شاء الله في مصر هيبقى فيه ادمغة كتير اكثر تركيزا عندنا بيقولوا ان فاكهة زي التفاح والبرقوق والمشمش بتكون يعني متاحة في الوقت ده ولابد ان احنا نعرف انه الحقيقة ده منقول من كتب الحداثة لعيبة الاهلي كمان كانت يعني عايزة مشروبات سخنة شاي وقهوة كان ما اسمح لهم لغاية بعد الغداء بساعتين وتحديدا قبل المحاضرة المحاضرة بقى بيبقى معاها كيك وموز وعصر ابيض رحم الله الجنرال الكبير بعد ما قلتلكو تحديدا الحاجات دي محمود الجهري رحمة واسعة هذا الرجل رأيته في العام الف تسعمية تمانية وتسعين مع موز وبرتقان وكمان بطرمان عسل يعني الجهري هو اول واحد جاب موز الله يرحمه وكان وقتها محل يعني بعض الفكهية حضراتهم يعني بيقولوا ها انه كابتن جهري بيعمل يا الله يرحمه اهو يا بهوات اتفضله التعليمات الاخيرة قبل ما يتوجه كل فريق لاستاد الدفاع الجوي كانت واضحة وصريحة طبعا في تعليمات اللي هي بتاعت المعسكر الصورة مع حضراتكم على الشاشة وفي تعليمات قبل المغادرة واللي بيسموها كجهاز كرة انه اللعيبة حطت رجلها على اول سلمة في الاوتوبيس يعني التركيز والماتش ابتدى ليلة الماتش كان هناك كلام كتير جدا كان في وعد برصد عشر تلاف لكل لاعب في حالة الفوز لكسر العقدة الحمراء ده في المعسكر الزمالكاوي بالاضافة لصرف اتناشر ونصف في المية من قيمة العقد او اللي هي نصف قيمة الخمسة وعشرين في المية اما عن المينيو زي ما قلنا ليه حضراتكم كان معمول في القلعة البيضاء بنفس الحالة من التركيبات انما بالمشاهدة العادية تقدر تقول انه هو يعني مينيو ولا تزواج شوي اكملني النادي اسمه الزمالك مع انه مش في منطقة الزمالك الشهيرة طبعا لكن تقدر تقول انه هو كان مينيو ولا تزواج شوية يبقى السبب ايه يا سادة في قلة التركيز بالمناسبة كمان تكلفة تكلفة القمة كانت اعلى في الزمالك عن الاهل يمكن عشان حكاية ولاة الزواج او طلبات اضافي او اكسترا زي ما بيسموها اصحاب ارتياد الفنادق اه عايزين نقول كمان انه صاحب الماتش بيدفع اشرين الف دولار او تقريبا كل التكلفة وهي بلغة خمسة وعشرين الف بتوع التحكيم بخلاف مئة الف جنيه ايجار وتأمين الملعب ده بيستردهم المفروض انه هو في حالة عدم وجود اي تلافيات ليه لانه دي مؤسسة محترمة اول سطر في احترامها انها بتؤكد ان كل ما تملكه هو ملك هذا الشعب يبقى محدش يعمل كصورة حضرتك ويجري وبعدين الشعب هو اللي يتحمل مصائر محتومة كتير جدا جدا ومهما قلنا عنها تبقى القمة هي هي وفي الصحافة كل اللي بيتقامل شيل مية وتمانية حط مية وتسعة واضرب العنوين مش اضربها بعيدا يعني عنها الحقيقة لا لكن بتبقى هي هي عشان كده احنا عملنا الجديد وقلنا انها القمة زيرو واحد زيرو تسعة او زيرو واحد تسعة كان فيه تلات احتمالات حتمية طبيعية وما تشكره في ايه حاجة غير كده فوز او خسارة او تعادل بس ايه رأي حضراتكم قبل ما نكمل نقول ان احنا هنجيبلكو مداخلات طبيعية زي القمة كده لازم نسأل ناس عن الحكام لازم نسأل ناس عن جريده اللي قبل الماتش بيومين يعني الناس حست انه ممكن يكون بيفكر في تركيبة لبن سمك طمر اسباني لا صعب جدا جدا ان حد يقول على مدير فني اجنبي اولا يعني ابن تربية محددة ثانيا عمل بالدور الاسباني خلينا نقول ما للرجل وما عليه عايزين نقول كمان انه فكرة انه هو عمل عزومة تكلفتها تعدت او اقتربت من الخمس الاف جنيه مصري من السيفود لعيبة النادي الاهلي والجهاز وما حضراتكم صور في هذا التجمع عملت تقريب مش في وجهات النظر لا تقريب معنوي وغالبا والحضراتكم ولمن لم يكن متابعا لانتصارات الاجانب الذين حضروا الى مصر كان دائما زي كده الروايات زي افلامنا في ازمنا كانت بتحترم الناس لان في كل زمن هناك ما هو جميل مش هنقول في الزمن الجميل كانوا لما يعملوا رواية عالمية يقولوا تمصير الكاتب فلان الفلاني المدير الفني الاجنبي اللي بيمصر نفسه بيبقى الاقرب لبدء طريق النجاح خلينا ناخد ابو التحكيم المصري او واحد من اولياء الامر في مدرسة التحكيم المصري الكابتن محمد حسام كابتن حسام مساء الخير اهلا بيك كابتن حسام ازايك حبيبي كل صام طيب ازاي حضرتك كابتن ربنا يبارك فيكم ايديك صحة ومشاء الله مبروك البرنامج الزريف الجميل ده ربنا يخلى حضرتك يعني عايزين انا قلت للناس احنا بنأمل حاجة اللي هي معتادة مع مباريات القمة او المباريات القبرى او النهائيات اللي بيضطر اتحاد الكرة لاستقدام اجانب وتقييم سريع من حضرتك مش لأداء الحكم لكن لقرار عودة الاجانب رغم ان فيه طاقمين مصريين اداروا قمتين في الموسمين الماضيين يا كابتن بص يا كابتن صام احنا لازم نبقى منطقيين وعقلين يعني احنا لما نبص من 30 سنة او من 40 سنة كانت ايه مشكلتنا اه نلعب ماتش اه يحصل فيه حاجة لا نجيب اجانب نروح جايبين اجانب الاجانب يمشون مرة و 2 و 3 و 4 و 5 لغاية لما ماتش يحصل فيه مشكلة يقولك لا 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 لازم نجيب اجانب يبتدي يجيب الاجانب وهكذا فالعملية متكررة وبعدين لغاية لما صدر قرار من الرئيس مجلس الوزراء وقالك ان ماتشات الاهل والزمالك بشكل خاص لابد باني اديرها حكام اجانب اه انا باقشفق على حكام المصريين وعلى فكرة لما لما الحكام الاجانب يجيبهم بيعرفوا قدير حكام المصريين بخير وقدير حكام المصريين على مستوى رفيع لما 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 الاجانب بيجوا يا كابتن بيلمحوا الملمح ده والله حضرتك الجمهور هو اللي بيحس الديه نا احنا بنكلم على الاندية وبنتكلم على الجمهور وبنتكلم على الناس تفضل اكابة لكن انا مش مش بقول الاحكام هم اللي يلمحهم انا مجمونيش الحكام في حاجة. اه. واللي سبب بسيط لان انا لما بجيب حكم يعني يمكن انت حضرك اصل طرح. ولما كنا بنجيب حكام اجانب كان لازم نجيب حكام النخبة. يعني نجيب احسن حكام في العالم. نجيب فيكتور آآ فيكتور كاساي. نجيب مسلا مارك مش عارف مين. حضرتك جبت ماسيمو بوساكا كمان. ماسيمو بوساكا ست سبع مرات جه. طبعا. وحضرتك مرة ارسلت في طلب كمان كولينا. انت فاكر كولينا بس كان كولينا مبطر. لان لا لا لما راح. كابتن حسام انا اسف للمقطعة لكن عندنا فاصل هام جدا. ارجو ان حضرتك يعني تدينا فرصة نطلب حضرك تالي ضروري جدا نستكمل مع حضرتك الحوار بعد الفاصل. بعد الفاصل نستكمل حوارنا مع احد اهم رجالات التحكيمة المصري. كابتن محمد حسام. بعد الفاصل. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة